طيب البيت والفوليك أسد ديفيشنسي بيعملوا ايه في السيل سايكل بيعملوا الريست للسيل سايكل توقف السيل سايكل زي ما احنا شايفين كده عند مرحلة G2M لان فيه تشيك بوينت مما جدا اسمها G2 تشيك بوينت بيبقى في D&A ديفيكت فاول ما الخالية بتيجي في التشيك بوينت تيت ما بتعديش للمحالة التالي و بتعديش للميتوس فتفضل الخلية الوحدة كبيرة تكبر في الحج سواء الخلية كلها على بعضها او النواة حتى بتاعتها برضو بتكبر بدم الخلية تنقسم في مرحلة الام اللي هي الميتوسس وتبقى خليتين طبايتين هتبقى زي ما شايفين كده خلية واحدة كبيرة و ساعات الانوية بتاعتها تبقى كثيرة انها عبارة عن انوية خليتين وعليها هايبر سيجمينتد اشتركوا في القناة